كي ناس اللي نسموهم السمعيين والبصاريين والحسيين كي الإنسان اللي آمن بلغة الجسد أنه لازم توصله الرسالة لازم تدير تعبيرات ودير واحد اللغة يعني تنظر إلى عينيه لما تكون تتحدث معه وتضرب على كاتفه وشري له الشيكولة وكي يبصل له هذه الرسالة يعني تدير واحد التحفيزات بكي هذه الرسالات توصل وكي الإنسان اللي آمن بالأحاسيس والله يسعب بود أنت إنسان ناس ملاح وإنسان ما شاء الله إنسان يعني رائع جداً وبالمناسبة ما نشي نزامل فيه يعني هذه حقيقة فلما توصل هذا الأمر كي الإنسان اللي يسمع لك يعني يدير تهيئة نفسية عند المتاصل باش يستقبل الرسالة اللي نبعد وبعد نقول لك سعبود لازم أن المشروع اللي قلعنا فيه تيجاري لازم ننطلقه فيه وما نقول وش نرانا في التأخر يعني هنا تستقبل رسالة ثانية ولو كانت نقد ولا ولا كانت يعني وكأنه هنا فيه دراسة للشخصية اللي راح طبعاً اللي راح انتاية تتواصل معاها أكيد هنا أهم عنصر هو معرفة الطرف الآخر شوف في العلاقات الأسرية تعنا ولا في العلاقات العائلية تعنا توجد زوجين 15 سنة ولا 20 سنة في العلاقات الزوجية تعهم تقول لك زوجانا ولا ما فهمت هذا الراجل وراجل ثاني يقول نفس الشي يعني باش من لوموش غير المرأة نقوله علشتي ما تفهمش زوجتاك يقول لك أنا هذا المرأة ولا ما فهمت يا عجبا 15 سنة ولا 20 سنة هذا الإنسان ما قدرش يتفهم الطرف الآخر يعني قادرهم أنهم يكونوا مع بعض كما تقول لك الحكمة الصينية إما أن نعيش معاً كالحكمة أو نموتاً معاً كالأغبياء يعني علش ما نفهموش هذا الطرف الآخر ونضرسوا الأحاسيس نتاعه ونضرسوا المنطلقات نتاعه ونضرسوا منهجية التفكير تعهد الإنسان باش نصنعوا له رسالة على حساب الميزة جورتاها لما نعطوها هذه الرسالة يستقبلها برحابة الصدر ويتفاعل معها تفاعل إيجابي نعم